برخباً في هذا الدرس سوف نتحدث عن عمر الـ variable الـ scope الخاص به طبعاً المتغير ممكن يكون عام ممكن يكون private ممكن يكون حسب مكان تواجده المتغير لو تواجد هنا عسى المثال هنا جدت له انتجار x يساوينا 5 ايش معناه؟ طبعاً أنتو قرفت متغير اسمه x حاجزت له في الذاكرة مكان وخزانت بقيمة 5 هذا المتغير تنتهي حياته بمجرد انتهاء استدعاء دالة المين تنتهي استدعاء دالة المين تنتهي حتى المتغير في حين لو كان هذا المتغير هنا public هذا يكون معرف على جميع الميثودات لو كانت هنا مثال أخرى اسمها عسى مثال discipline ايش؟ لا تستقبل أي شيء هذا المتغير أنا الـ x ممكن أترى هنا ممكن أرى هنا ممكن هنا أستدعي استطيع الوصول له انظر ونفس الوقت ممكن أستدعيه هنا لماذا؟ لأنه public على كل الميثود الموجودة في الكلاس هذا المتغير لا تنتهي حياته إلا عند انتهي حياته لكلاس طبعا تجد أنواع أخرى متغيرات مثال ممكن المتغير يكون داخل عبارة four statement انتجار i يزاوينا zero i أصغر من 10 i plus plus لو جديد قتل إيش؟ انتجار x يزاوينا i هذا الـ x سوف تنتهي حياته بمجرد انتهاء اللوبس إذن هذه الاسكوب للـ variable يعني variable الذي معرف هنا للـ x لا يمكن رؤيته في مثل أخرى هذا يبني أنا أعرف هذا الشيء لكن لديه مثل أخرى هنا وأردنا نصل هذا الـ x لا نستطيع أن نصل لأنه مختص بهذه الميثود فقط إذن هذه ببساطة بعض الأمور ماذا لو أردنا أعرف متغير عام public على أكثر من class فكل الذي أفعله عثنا أعرف class مكون من header وcontent وأذهب إلى هذا الـ class هنا أعرف extern extern يعني هذا الشيء عرفه public فأقول على سبيل المثال extern ns string h name هذا الـ name عرفه ns string وأذهب بالـ implement الخاص بي أيضا أكتب هذا السطر حتى أقول للنيابة هذا الـ variable هو public الآن متى مارت أستخدم هذا الـ variable في أي class فقط ببداية أعمل الـ import للهيدر الخاص بي فالهيدر إيش الخاص بي public وأجل أستخدم الـ variable إيش الـ variable name نظر الـ name وصلت على مباجرة أضع في كلمة حسين أصل على من أي class آخر فهذا حسين وضعتها قيمة حسين الـ name ممكن في كلاس آخر أقرأ هذه القيمة لأن هذه فكرة أنه الـ public هذه الـ scope variables أتمنى أن تكون فهمتها وأصبحت واضحة عندك ترجمة نانسي قنقر